متغيرات جديدة ستشهدها موازنة 2021 بعد ارتفاق أصعر النفط وزيادة حصة العراق من الصادرات النفطية فيما ترتفع المطالب بزيادة التقصيصات الاستثمارية لاستهنف العمل بالمشاريع المتوقفة وتقليص معدلات البطالة عملية إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 بحاجة إلى إعادة تنظيم بعد ظهور متغيرات جديدة متمثلة بارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية بحدود 53 ألف برميل يوميا فعلى مدار عام سيضيف إلى الموازنة بحدود 10 مليار دولار تغيرات تحدثت أيضا عن إمكانية تعديل سعر الصرف بزيادة ما نسبته 12% تطلع بالحقيقة إلى موازنة 2021 أن لا تكون تشغيلية بالمطلق كما حدث في 2020 وأنما أن تكون هناك نافذة جديدة للاستثمار يمول من خلال رأس المال الحكومي الذي يمكن أن يتم تحريره بالبيع للقطاع الخاص وتتحدث المتغيرات عن إضافة خطوط استثمارية من خلال صفحات صرف جديدة فيما يخص تأهيل بعض المنشآت الصحية والتعليمية والرياضية والتي نسب إنجازها متقدمة بحسب خبراء اقتصاديين الذين تحدثوا عن أن العمود الفقري للموازنة ما زال الإيراد النفطي تفعيل بعض الجانب المنشآت الرياضية والمنشآت الصحية والتعليمية من مدارس هذه أضيفة حتى تستكمل لن فيها هناك منشآت واصلة لبناء مالها إلى تسعين بالمئة وثمانين بالمئة يجب إنهاء هذه فأضيفة لأبواب الصرف حتى تتمكن من إكمال هذه وتوفير فرص عمل في هذه المنشآت الجديدة وينتظر مجلس النواب بصول مسودة قانون الموازنة الاتحادية لإطلاع على بنودها وما هو حجم الإنفاق فيها وما هي المقترحات والسبل الكفيلة لتعظيم مواردها تقريبا العجز المالي المخطط فيها بما يقترب من سبعين تريليون دينار عراقي يعني يشكل بحدود خمسين بالمئة من الموازنة الموازنة التخمينية إذا ما علمنا أنه خمسة وعشرين بالمئة تدفع إلى الشركات النفطية جوة التراخيص مقابل خدمات تصدير النفط واستخراجه النسبة كبيرة قد تصل إلى عشرين بالمئة دفع ديون ومستحقات مالية سابقة وتعد الموازنة من أدوات التخطيط وهي الترجمة لأداء الدولة ومؤسساتها وخططها لفترة محددة آثير عادل العراقية الإخبارية بغداد